السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد افاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم شاء الله غدي نشارك معكم كيكا يومية بالتفاح بمقادير جد بسيطة بواحد الاضافة كتعطيها لدة ومضاق جد مميز في العجل غول فيديو ما تنسوش توصلوا الاكبر عدد من اللايكات وما تنسو نيش متعاليق زوينة ديالكم وعلى بركة الله ندوزو مباشرة لطريقة تحضر اول حاجة غناخد واحد البول او جبانة وغاد ندير فيه جوج بيضات متوسطين في الحجم ومن الافضل يكونوا بحرارة المطبخ غنضيف عليهم واحد الرشا ديال الملح لتسحي حدوق كيس من سكر وفانيلا قياس 7.5 جرام او الفانيلا السائلة لم توفرها عندكم غنضيف لهاد البيض علبة ديال الياغورت ممسا لأب السكر انا عبرت السكر بهد العلبة ديال الياغورت للقياص ديالها هو 110 جرام غنخلط مزيان البيض والسكر وكما كتشوفو في الصورة انا كستعمل غير طراب اليداوي وكتطلع هاد الكيكا يعني غزالة وزوينة وخا غنستعملو غير طراب اليداوي من بعد ما كتخلط مزيان البيض والسكر وكيولي الخالط بهد الشكل هذا يعني كيولي بهد اللون هذا غنضيف دباء علبة ديال الياغورت ممتلئة بالزيت النباتية كنضيف زيت على دفوعات ما تنضيف هاش دفعة واحدة وانا تنطرب الطراب اليداوي في نفس الوقت كتوضعوا الياغورت في الشيج اللافة وكتعبروا بالعلبة ديالو المقادير ديالكم كمضان ضيف الزيت وانا كنت الربح تختفي تماما في الخالط وكي ندمجوا يعني هاد المكونات كلها البيض والسكر والزيت وكي نحصلوا على هاد الخالط هادا لي كتشوفو في الصورة من بعد غنضيف العلبة ديالياغورت لي كنت محتافظة بيها على جند كيما قلت لكم القياس للعلبة هو 110 هاد القران وديرو اي نكهة كتعجبكم نضيف هنما بشور ديال الحامضة او بشور ديال البرتوخال اللي بغيتو ولكن انا كنفضل بشور ديال الحامض لاناو كي توتى بشكل كبير مع المضاق ديال تفاح من بعد ما كي اختافي الياغورت في الخالط غنضيف دابع كيس ديال الفلون بنكهة الفانيلا كيس ديال كيس هو جوج 1.5 غرم وصدقوني هاد الاضافة ديال الفلون كتخلي الكيكا تجيكم ملدي دا لدي دا بزاف كتجي معلكة من الداخل وحتى اللون ديالها كيتغير كيجي فيها واحد اللون اللي زوين بزاف كونو مأكدين غتديروا الفلون في هاد الفلون في الكيكا وغتعجبكم بزاف كنخلط بزيان هاد الخالط ومن بعد غنضيف دقيق العلبة الأولى ديال الدقيق دائما كنقبر المقادير بالعلبة ديال الياغورت كنضيف الدقيق على دفوعات ودائما في الكيك ما عمرنا تنضيف الدقيق لدفعة واحدة هو وزيت كنضيفهم على الدفوعات وحنا نخلطوه في نفس الوقت وبطبيعة الحال دقيق رهام غربي ضرورة كنغرب له الدقيق من قبل غنضيف دابع العلبة الثانية الياغورت ممتلئة بالدقيق ضفت هنا جوج علب ديال دقيق الابيض كما قلت لكم كنضيفه الدقيق على دفعات وحنا كنطربه في نفس الوقت وفي الاخر غد نضيف جوج اكياس ديال الخاميرات الحلويات كل كيس كيوزن 8 قرام المجموع ديال اكياس بجوج هو 16 قرام دائما الخاميرات الحلويات كنخلي واحدة للاخر باش كتكون نتيجة يعني مضمونة كنخلطم زيان هاد الخالط كما كتشوفو في الصورة وكيما لاحظتم معي في الفيديو انا استعملت غير طراب اليداوي الى بغتو تستعملوا الطراب الكهربائي او تستعملوا الكأس ديال الخلاط الكهربائي كيبقى لكم اختيار غير وماشي ضروري يعني الكيكة كتلع زوينه في جميع الاحوال هدا هو القوام اللي كنحصلو عليه كيكون قوام متوسط ديال هاد الكيك كما كتشوفو في الصورة هنخلد بهاد الخالط ديال كيك لاجن هندوز نقطع تفاح عندي هنا جوج تفاحات متوسطين في الحجم كنقطعوهم بهات الشكل هدا اللي كتشوفو في الصورة وكنخليهم بالقشرة ديالهم ماشي بالضرورة تحيدو لهم القشرة ودائما تفاح اللي وحتى تبغيروا تديروا الخالط ديال الكيك في الملعد كتطعوهم من الافضل بعد ما كنقطع تفاح كله ضروري غادي ندير لواحد المعلقة كبيرة ديال العصر ديال الليمون العصر ديال الحامض كيما كتشوفو في الصورة كنحاول ما امكاني اني نضر على تفاح كله نغلفه بالعصر ديال الحامض ومن بعد غنضيف معلقة كبيرة ديال السكر إلا بغتو تضيفو حتى كيس ديال السكر فانيلا كيبقى لكم اختيار كيخللها تفاح كاراميلي زي يعني كيت تعسل كيقين لون دياله بني وكيجيم عسل ولمدق دياله كيجيزوين بزد عندي هنا مول ديال الكيك دائري هنخلي لكم القياس ديال المول في صندوق الوصف نفررش لو الوراق ديال الطبخ فالارضي دياله ودهنتله ججنب بالزبده ودقيق راح تسل ورق ديال الطبخ دهنته بالزبده ضروري تدهنو الوراق ديال الطبخ بزبده باش كيتدهاب ديك تفاح كيك يمكن زبط كراميل زبادة المول وضع الخليط كيك ي قام بحج fuel وهموى تقوم بحجز على الفران كيك يسخن من قبل مول كيك يمنح قليلا ومتوسط كيك يسخن ونجعل الكيكا تطبع لخطرها حتى تتحمر من الزحت ومن الفوق وهي غير فوق العافية حتى نشم الريحة طابت ونحل عليها وهذا هو الشكل من بعد ما طابت وكي يجي لون ديالها ضروري نزولوها من المول محدة ما زالة سخونة ما تخليوهاش في المول ومن الافضل تستعنو بالوراق ديال الطبخ بش متيلة تسخلكم شتفح في الارضية ديال المول شو كي يجي لون ديال هاد الكيكا وكي يجي ديك التفح مع السل وطايب وكي يجي واحد المضاق فيه اللي يزوين بزاف ده بغا دينزين هاد الكيكا بعد ما خليطت برضغي واحد شوية انا عندي هنا كونفتور ديال الخوط تقدروا تديروا اي كونفتور تيعجبكم او تديروا شوية ديال العسل او شوية ديال نابجي لا بغيتو او تزينوا بسكر غلاسي دائما كنقولها لكم تزين كي يبقى على حسب ديك شي لكي يعجبكم ودك شي اللي متوفر عندكم غنزين جنب ديال هاد الكيكا وشو ديال لوز ايفيلي كيتوته بشكل كبير مع المضاق ديال التفح كما كتشوفو او زينو شو ديال كوكا ومهرمشلة عندكم او شو ديال فرميسي يعني اللي بغيتو شو ديال الجرقع اللي عندكم زينو بي وغنزين هاد الوجه ديال الكيكا وشو ديال ببيت الشكلات هاد الاضافة ديال اختيارية تقدروا تخليو الكيكا غيب تفاح يعني من الفوق بنا تزيدو تشي اضافة يلا تزينوها مثلا مشوي ديال كونفيتير لاغير وهدا والشكل النهائي ديال الكيكا اللي حضرت معكم اليوم راها كتجي اكتر من رائعة سهلة سهلة في التحضير كتوجد في واحد الوقت قصير ومقادر كي مشتو جد بسيطة وفي المتناول بامكانكم فعوتوا ما تديرو جيش تفاحة تديرو غي تفاحة وحدة بالنسبة لما تزينوها ديولا غي سكر غلاسي من الفوق او دهنوها غيب الكوفيتير وقدموها بصحة وراحة وصدقوني ذاك الاضافة ديال الفلون كتعطي واحد الماضاق وواحد البنة لهذه الكيكا كتجي الكيكا من الداخل معلكا وكيجي اللون ديالها صفر احتى لا بغيتوا تديرو فلون كراميل حتى هو نفس الشي كعطي واحد الماضاق اللي لديد بزاف الكيكا وكيتوتاو بشكل كبير مع الماضاق ديال تفاح للفلون كراميل وللفلون ديال الفانيل فانتمنى هاد الوصفة هاديتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها الوليداتكم كاقتراح الوجبة ديال الفطور او القوتي كما كتعرفو دائما تنبغون بدلو الشكل ديال الكيكا ونديرو كيكا جديدة ومختلفة وهذه الكيكا المقادر ديالها بساطين وفي المتناول الى هنا وصلنا نهاية الفيديو كنشكركم دائما على حسن المتابعة ديالكم كنشكركم على التعليق الزوينة اللي كتخلي وليك تدعمني فعلا وكتشجعني وتعطني واحد طاقة ايجابية شكرا لأي واحد خدم وقته وتفرج في الفيديو من الوحة الاخر وخلالي لايك الفيديو وخلالي تعليق زوين بنسبة الناس لأول مرة يشوفوا القناة مرحبا بكم وفضلا وليس امرا يلعجبكم المحتوى ديالقناة دعمونا بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا جديد الوصفات وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفة اخرى بحول الله سعر اشتركوا في القناة